السلام عليكم ورحمة الله مرحبا بكم أيها الأحباب سعداء باللقاء معكم في حلقة جديدة من حلقات القناة نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا جميعا بكل خير وصحة وسلامة النهاردة معانا محاور همة جدا بنضور ونطوف حول العالم لكي نبحث عن أحداث آخر الزمان وعن علامات الساعة في ظل التعتيم الكبير المتعمد والأزرع الإعلامية لحكام العالم الحقيقيين التي لا تبذل إلا الجهد الكبير في إخفاء الحقائق تعالوا مع بعض نشوف المشاهد بتاعتنا أول حاجة بنشوفها النهاردة مشاهد لفيضانات الهند كل يوم بنكلمكم وبنعرض ليكم مشاهد مرة في الهند ومرة في الصين والمكان ده أو الأماكن ده بدأت آيات العذاب وبدأت النظر الربانية ولا تتوقف الناس اللي بتتكلم وبتقول ده الفيضانات من يومها في الهند والفيضانات من يومها في الصين احنا بقالنا دلوقتي ومتعمدين كل يوم نجيب لك مشاهد في الهند أو في الصين علشان تعرف ان الموضوع موقفش ولن يتوقف وهم مش عارفين هناك في الصين كمان يعملوا أي حاجة لان دي جنود ربانية كما تظهر أمامنا مشاهد فيضانات الهند موسيقى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ان احنا نحقق النتاج في تقليل الاعداد تخيل بقى يعني الكلام كلام واضح واللعب بقى على المكشوف حتى ان واحدة منهم كانت مسكة المفوضية بتاعت الشرق الاوسط وهي ستة عجوزة كركوبة قالت احنا عايزين نضحي بالناس العواجيز الكبار في السن طيب وانت اول واحد نبدأ بيك سبحان الله الجنود الربانية تنتصر ده العنوان تعالى كمان نشوف مشهد هم جدا من ما شاهد هذه الحلقة واضغط على زر الاعجاب لايك الان وحنا في العرض الاول للحلقة وشارك هذه الحلقة على جميع المنصات تعالى نشوف مشاهد تاريخية في السعودية علامات ظهور المهدي الان في السعودية وفي تعتيم كبير جدا جدا لما تشوف ان ارض العرب زي ما بيظهر قصدنا دلوقتي تكتسي بالسلوج في حائل بالتحديد في حائل وهذه مشاهد حديثة اللي بتظهر امامكم بقالها يوم يومين واحنا دلوقتي خلاصة هوت لسه ما يعتبر ان احنا في نهايات فصل الصيف وطبعا المشاهد دي شغالة طول الصيف عشان فيه ناس بتطلع تقول ان المشاهد دي يعني اعتيادية يا راجل اعتيادية في الصيف ولا في الشتاء احنا عرضناها لكم في الصيف وعرضناها لكم في الشتاء فهل هذه اعتيادية لما تشوف هذه المشاهد التي تظهر امامنا السلوج بتغطي الصحراء بالصورة الرهيبة دي دي مشاهد تاريخية تتذكر حديث فبايعوه ولو حبوا على السلج هنفضل نعرض لكم المشاهد دي وهنفضل نحصركم ايها المشككين ايها المنكرين اللي تعبنين جدا جدا من ظهورنا وتعبنين جدا جدا من كلامنا ولو احنا كلامنا مش مؤثر ما كانوش اتواجعوا وشوفنا حالة من حالات الانكار وانا مش عايز اقول لكم يعني وما خفيها كان اعظم مش اقول اكتر من كده تعالى كمان نشوف البق وآيات العذاب اللي كانت في فرنسا وشغالة دلوقتي في فرنسا بقينا بنشوف مشاهد مقززة للغاية فرنسا اللي كانت مشهورة بانتاج العطور وانا يعني لو قلتلكم ليه فرنسا مشهورة بانتاج العطور ممكن يزعلونا فانتو عارفين فمش هينفع نقول ولكن قصة العطور دي معروفة يعني لازم تعرف لا يوجد اطهر من المسلم لا يوجد اطهر من المسلم خاصة المسلم اللي من اهل الصلاة اللي بيحافظ على الوضوء وعلى الاغتسال يعني مش هقول اكتر من كده فبدأنا نشوف البق اللي في فرنسا بدأ يوصل للمغرب والجزائر تعارفين ان المغرب والجزائر تربطها بفرنسا علاقات اقتصادية كبيرة جدا عن طريق البضائع بدأ البق يصل للمغرب والجزائر عن طريق البضائع والناس طلبت مني ان انا اغطي هذا الخبر ويقولون يعني بيقولون يقول رأيك ايه في اللي شغال في فرنسا ده هو ده محتاج رأي اللي شغال في فرنسا ايها الاحباب آيات عذاب آيات عذاب لان الناس دولة يعني طاغوا وبغوا والله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد لا يحب المفسدين سبحانه وتعالى قلونا رأيكم ايه في الكلام دوت تعالى كمان نشوف مشهد مهم جدا جدا بيتم التعتيم عليه من فترة للتانية بعرض ليك كلام واحيانا فيديوهات لقنوات اجنبية بتتكلم عن الطارق وبتتكلم عن حالة السماء وبتتكلم عن القمر وعن الشمس وايه اللي بيحصل في هذه الايام للشمس وللقمر احنا كلنا شايفين حاجات غريبة ولكن يعني في ناس مش شايفين الكلام ده مش مهم ربنا يرزقنا جميع النور البصيرة الايات الكونية بيتكلموا ان هي قريبة جدا وانا بحاول اعرض ليك وحنا بنتكلم مشاهده من تقارير لقنوات قنوات اجنبية بيتكلموا بيقولوا ان الحدث الكوني اصبح قريبا وتلميحات كبيرة جدا ان ممكن تحصل كارثة على الارض طبعا الكارثة دي بنقصين هتبقى ايه بالنسبة ليهما هتبقى كارثة وصول النجم الطارق نجم الايات هذا النجم اللي موجود في الحضارة السومارية هذا النجم اللي هي الرسومات في الحضارة المصرية هذا النجم اللي يعني بآراء كثيرة بيقولوا ان هذا النجم هو الذي يتسبب في طوفان نوح عليه السلام والذي يتسبب في انهاء حضارات واللي ليه دورة يعني بيذهب ويعود وربنا سبحانه وتعالى في القرآن في صورة الطارق واحنا محتاجين تفسير لصورة الطارق والسماء والطارق وما ادراك يا ما الطارق النجم الساقب هذا النجم الساقب اللي ما بيصطدمش بالارض جسم بجسم لأه بل انه يسقب ويؤثر هذا النجم المذكور في كل الحضارات والمذكور في الاسلام وفي اليهودية وفي النصرانية بيتكلموا انه بات قريبا امت علم ذلك عند ربي تعالى كمان نشوف مئة عام على فتنة الصراء مئة عام على فتنة الصراء في هذه الايام او في مثل هذه الايام تقريبا حدثت فتنة الصراء كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ان هذه الفتنة دخانها اي احداث هذه الفتنة تحت قدمي رجل من اهل بيتي النبي قال كده عليه الصلاة والسلام طب من اهل بيتي النبي ده يبقى كويس لحك النبي وقال لك انما ولي هي المتقون يعني هذا الرجل هذا الرجل زمه النبي بالرغم انه من نسل النبي هذا الرجل هو الشريف حسين اللي ضحك عليه الاحتلال البريطاني وقال له يعمل صورة سماها الصورة العربية في ارض الحجاز ضد الخلافة العثمانية وقضى على اخر تجمع للمسلمين الا وهو الخلافة العثمانية واحد بقى من الناس اللي هم فكريا مغيبين يقولك انت بتدافع عن الخلافة لا مش بدافع عن الخلافة العثمانية انا بدافع عن اخر تجمع كان للمسلمين واللي بدأ بعدي مباشرة قرن الشيطان فانت لو جنابك معترض على ايام الخلافة العثمانية اتفرج على الملك اللي احنا فيه دلوقتي يعني اتفرج على الحاجات الحلوة اللي احنا فيها وفي هذه الذكرة لفتنة الصراء للأسف في ناس لسه عايشة مئة سنة متأخرة وبيقولوا ان فتنة الصراء ما حصلتش وان الاحلاس ما حصلتش وان طبعا بالتالي على طوله الدهيماء لسه يعني هو جنابه متأخر عن الواقع بمية مية وخمسين سنة وفيه قنوات تحذو هذا الحذو السيء واحنا بنقول دايما بنسميهم قنوات العالم الموازي يعني مش عايز اننا اطول عليكم بحافظ على وقت الحلقة للحديث بقية بارك الله فيكم سلام الله عليكم ورحمته وبركاته